أنك مجهد ولكن أنت لعيب أساسي للفرقة وعندك مباراة كبيرة بتقسم المباراة ازاي؟ بس كابتن الطبيعي في الأول حتى في أول مباراة أول ربع ساعة وأول تالت ساعة أن أنا ما بحاولش أن أنا هاكم كتير لأن أنا محتاج الكوبة البدنية معايا لحد آخر لديها تسعين لكن لو أنا بعمل مثلا في الشوت مشوارين ثلاثة في المباراة العادية لا أنا ممكن أكلم مثلا الهوفل اللي قدامي أو الديفندر حتى لو أنا هطلع لازم يمغطيني ممكن أعمل مثلا إيه أطلع اتنين مثلا في الشوت الأولين أو مثلا أطلع واحدة في الشوت الأولين ودي المهام هجومية دي طريقة كلام بني وبين الهوفل اللي قدامي اللي بيلعب قدامي سواء لو كان حيب أحسين قدام هاني أو أي حد بقول له خد راحتك أنت في الهجوم يعني هاجم أنت وأنا هبقى أنا أمنك تهد شخص حسند شوية وأخد مرتين ثلاثة وأكيدة أنت تسند وأحسين حمدي فاتح مثلا يميني حيت شوية دي بتبقى ده كلامة كابتن هاني أكتر منه إن أنا باخد كوة بدنية أو إن أنا بطلع حتى لو في المباراة زي ما بقول لحضرك في الشوت بعمل ثلاثة كورسات أو أربع كورسات لأنا ممكن في المباراة دي بدي حرية للهوفل اللي قدامي وباب أنا متمركز بدافع مثلا بنسبة ستين أو سبعين في المية لكن في المباراة تانية هتبقى أنت لو وقف على بدني كويس على رجلك بتروح رايح جاي برايح جاي وبتهاجم بنسبة يعني أنت نادي الأهلي أنت هاني أنت لازم تبقى مفتاح لها وده اللي بقول لك هو مطلوب من هاني أنه دايما يهاجب حتى لو أصل الناس مش هتقول لك أنت هاني واقف يعني أنت ما تهاجم ده إحنا عايزين نكسب فالحتة داية زي ما أنت بتقول إمتى إمتى يبقى عندي أطلع ثلاث مرتين ثلاثة أو ربعض وبعدين أستنى أخد نفسي مرة أو مرتين كلام مع حسين الشحيات كلام مع حمد فتحي أو عمر السلية أننا لو طالع يبقى فيه كافرينغ سريع علشان تديني وقت أن أنا أرجع بهدوء شوية فكل زي ما أنت بتقول خبرات ملعب يا خبرات يا كابتن وفي نفس الوقت أنا كباك رايت لازم أشوف الفرق هل ماشي معنا طبعا أنت كهاني الفرق كورة ماشية معنا بنروح وبنضيع وركبين المباراة ولا كورة مش ماشية معنا هنا لو كورة مش ماشية معك بتقف يعني لازم تبقى وقف متمركز كويس مهم جدا أول ما حس إن الكورة النهاردة مش متوعانة بتحساها في إمتى في المباراة؟ في المباراة؟ ممكن لما بنفقد الكورة كتير لما بتبقى هجمة علينا خطر أو هجمتين حتى لو مش من ناحيتي أنا لازم أقف لازم أقف وأتكلم هتكلم مع الدفندرات ببقى مأمن بشكل جيد في الأول إن أنا أهم حاجة أهم من مكاني وبعد كده مطلوب مني إن أنا هجم ههجم مش مطلوب محدش هيلومني إن أنا ببقى هجم أهم حاجة بقى في المنطيتي كويس هنا بتختلف كباك رايت أو هاف رايت لكن أنا بشوف إن الفترة الأخيرة طرق اللعب هي اللي بتزلم هاني شوية طرق اللعب اللي هي بتزلم هاني شوية وخصوصاً إن أنت لما بتلعب حد وديه ومعندوش مالك أنه هو يدفع معاه فهتلاقي زيادة عددية عليه لكن هنا أنا بشوف فتلاقي مجهوده مضاعف يعني مجهوده مضاعف إن أنا فرق لما بدافع على واحد والهوب مثلاً بيدم معاه فبندفع اتنين على اتنين دي بتباني كابتن دي بتبان لو بنلعب اربعة اتنين تلاتة واحد أو اربعة تلاتة تلاتة بتبان على طول لأنه إنت لو بتلعب اربعة تلاتة تلاتة مهما كان الديفندر اللي ناحيتك مش هيبقى على نفس اللاين بتاعك لأنه كتير قوي بيخش الجوه لكن لو بتلعب اربعة اتنين تلاتة واحد يبقى ده أساسي وواضح جداً حتى أنا لو باكي مين هارف يا حندها مين طبعاً يا حندها الشحات يا حندها طاهر يعني طبعاً بيبقى واضح قدامك أنا كنت عايزة ماذا م Goddess أنت مهمة للشركة ك lamps إنني مشارطي ا initiation لإصلاح قوي بثلاتة تلاتة تلاتة يبقى بدفع لأن التلاتة تلاتاتات ممكن مش متعاودين على اللاعبة بعض أو ممكن متلغبطين يعني عندما تلعب حسين وقليو وأكرم توفيق هما ممكن يكونوا مطلغبطين أنت الأفضل لي أن تلعب ان تلعب اثنين تلاتة تهمية هاني أو علي معلول أو سانين تلقسي faire سواء طاهر سواء حسين الشحات لكن عندما تلعب أفشا ناحية اليمين لا يوجد الملكة أنه يدفع. لكن أفشا يدفع في 30-40 متر وهو يلعب 10 في قلب الملعب. من 18 بيرجع على نص الملعب فالمسافة قصيرة. فبيرجع وهو عنده الملكة. فمهم جدا أن أنت مدير فني تعرف اللعيبة ومكاومات اللعيبة التي معك. تتناسب معها أي طريقة لعب عشان كده بقول لحضرك أن أفضل طريقة للنادي الأهلي 4-3-1 وبتطلب مهام دفاعية حتى من طرفين الملعب سواء طاهر أو حسين الشحات فهم منك أن مباراة زيادية مهمة جدا فيها وجود